سيب النادي القليل ونروح للادي الزمالك. انبالح الزمالك كان مباراة المهم جدا يلفز فيها بعد الخسارة قدام شباب فيهة المباراة الاولى حتى لو مباراة خارج الارض. هي خارج الارض هي بس كانت موجودة في الميارية. يعتبر خارج الارض للترافية. اداة النادي الزمالك كان ممكن يبقى حسن من كده? ده المفروض. ده المفروض. تا راجل خسران وعارف ان انت رايح المبارة بل نسبالك هي يعني بسيس الامل ان ان انت ممكن تكمل في الدورة ابطالة افريقيا او تطلع فانت كده بتصعب الامور او صعبت الامور عليك اكتر واكتر. النهاردة التراجي بيكسب بقس التابونت. وانت المفروض ان انت رايح للفرقتين. رايح لشبابه الازداد برا. وراح للتراجي برا. واخر مباراة شبابه الازداد والتراجي. لو انت محتاج المباراة دي هم هيسهلوا الدنيا لبعض. وحصل قبل كده. انما نادي زمالك مبارح في اسوأ حالاته. في اسوأ حالاته. اللعبة في اسوأ حالاتها. الجهاز في اسوأ حالاته. يعني الناس مش دركة فعلا الموقف اللي انت فيه. انت ما بتصدق تشم نفسك. ان الناد زمالك لسه كذبان سموحها في تلاتة عامل اداية كويس. طب فين? لأ. لازم اللعبة تحس شوية انها فعلا بتلعب عشان خاطر نادي زمالك. انما اللعبة مبارح اه يعني انا قاسف حد سواء الحرج. الناس مش في دماغها. اللعبة بتلعب بكيفها وبمزاجها وما عندهمش احساس بالمسئولية لأ. الناس زمالك نادي كبير. وانت بتلعب بطولة كبيرة. وانت نفسك تحقق البطولة دي بالك فترة. شو. فاللي عايز يحقق البطولة لازم يسعى لها بشكل كويس. لازم يتعب لها. اللعبة مبارح ما بتتعبش.